دلوقتي بتقول لي الأقصى رغم أنه خذي بالك أنا عامل بحث لما كنت في آخر سنة في جامعة الأظهر في كلية الشريعة أنا عملت بحث بالمستندات وموجود في جامعة الأظهر البحث ده بيثبت أن المسجد الأقصى مش في فلقسين المسجد الأقصى موجود في مدينة الجعرانة في داخل السعودية على بعد 25 كيلو من المدينة المنورة وما زال موجود فلسطين شو هذا لك اللي في فلسطين ده بناه عبد الملك ابن المران مكتوب كده يفطع ليه لحد الآن بناه عبد الملك ابن المران سنة 63 هجرية يعني بعد ما مات المعراج عفوا منك لعشان نفهم الصورة يعني هو تعلق المسلمين بالأقصى عشان بيقولوا محمد عرج أوكي أوكي بس أنهي أقصى هو سيدنا النبي راح فلسطين سيدنا النبي مرحش فلسطين هو الأقصى اللي هو مسجد الأقصى ما زال موجود في مدينة الجعرانة في مسجدين في مدينة الجعرانة مسجد اسمه الأدنى ومسجد اسمه الأقصى الأدنى الأقرب والأقصى الأبعد ما زالوا موجودين بثنين؟ ما زالوا موجودين الأقصى ده وده نعمل بمسلمات إسلامية بثنين وثنين إيه حق بفلسطين على الآخر على هالكلام مش موضوع حق بقى إحنا دلوقتي بنتكلم في ده إنسان يعيش وده يعيش خلاص؟ وده على نفس الأرض الإنسانيا بحق للكل يعيشه الإنسانيا مدعا بالنسبة بالنسبة للأقصى دي كذبة كبرى إنه هو في فلسطين دي كذبة كبرى السبب كمان بسيط جدا بسيط جدا المسجد ده زي ما بنقوله اليافطة مكتوبة عليه ومزايت مكتوبة من وقتها يعني إنه بنا عبد ملك ابن وران ثلاثة وستين هجرية طب ثلاثة وستين هجرية يعني بعد سيدنا النبي ما مات بالستين سنة أو أكثر أو في الحدود يعني طيب وإزاي سيدنا النبي يروح مسجد وهو ما كانش مبني أصلا مش موجود هادي واحد نمرة اتنين المسجد ده جنب الكنيسة اللي داخلها سيدنا عمر ومرضاش يصلي فيها خد بالي اللي هي كانت إليه وقتها كانت اسمها إليه ومرضاش يصلي فيها عشان المسلمين ما يتخذهاش من بعد ومسجدة خد بالك من الكلام وطلع وطلع صلى جبار الكنيسة طيب ما هو مبنى الكنيسة جنبيه المسجد الأقصى طب لو المسجد الأقصى موجود يبقى كان سيدنا عمر هيصلي فيه طب مش كده طب ما صلاش فيه وما حدش قال إنه كان فيه مسجد أقصى يبقى ما كانش موجود طب بكل بساطة يعني الناس بس مش عايزة تسمع وتفهم إحنا عايشين في شعارات وكلام وكلام في كلام وقضية مصنوعة عشان يفضل الصراع شغال بدون توقف ترجمة نانسي قنقر